بالمنتخب الوطني للشباب اللي كان عنده النهاردة اولى مبارياته في مجموعته اللي بتضم ناجاريا كمان وسنغال النهاردة كانت مواجهته مع موزنبيك في مستهل هذا المشوار المؤهل لكأس العالم تحت 20 سنة في اندونيسيا والمباراة في الحقيقة كانت دون المستوى او ما كانتش افضل حاجة او ما كانتش زي ما احنا كنا متوقعين ان منتخبنا يظهر بشكل افضل من كده بكتير وحاسس ان في نوع من انواع عدم الانفجام وعدم التجانس ما بين عناصر المنتخب رغم ان على المستوى الفردي ففي عناصر كويسة جدا في مواهب رائعة في منتخبنا الوطني للشباب لكن عندي اكتر من جزاية اولا البداية صعبة يعني البداية مش مباشرة هي مش الناتج النهائي لكن كبداية لا تقلق على المنتخب انت خلي بقىك معاك في المجموعة مين معاك السنغال وعرفش احنا حظنا صعبة او مع السنغال كلما نروح حتى لقى السنغال ورانا وبعدين للاسف الشديد بيبقى او بنبقاش موفقين قدامهم في مختلف الاعمار السنية ومختلف المنتخبات حتى في الكرة الشاطئية في نهاية افريكية اخسرنا منهم برده فمعانا السنغال ومعانا ناجيريا اعتقد المطش بتاعهم خلص من شوية سنغال كسبة واحد سفر اه للسنغال فبالتالي الدنيا صعبة انت حتقابل يعني اعتبر لو بصنا لها كاسماء فممكن يكون موزنبيك هما الاقل تبقى للاسماء لكن مش شرط ان ده يبقى موجود في الملعب او خلال الجوانب الفنية وكلام من ده تشوفها في الملعب لكن في كل الاحوال ناجيريا وسنغال المطشين الجايين لمنتخب مصر فالقصة صعبة واحنا عارفين البطولة دي اول اربع فرق هما اللي بتأهلوا لايه لكاس العلم هتبقى عايبة قوي ووحشة جدا لو مقدرناش نتأهل لكاس العلم واحنا البطولة على الارضنا احنا مش عايزين نكرر نفس السيناريو بتاع اول في 2019 طول سلامة الافريقية لما جينا لعبنا هنا خرجنا من دور 16 كانت صدمة كانت حاجة بصراحة صعبة جدا في الحقيقة يعني فاحنا في ظهر المنتخب احنا حنفضل نسندهم وحنفضل ندعمهم وعندنا لعبة رجالة مميزين مواهب جيدة ممكن رهبة البداية من رغم ان الجمهور ما كانش كتير او ده برضو تساؤل اخر يعني انا تفسيري عدم حضور الجماهير يوام وعد المباراة وحاسة ان فيش اهتمام بالبطولة بالشكل الكافي يا جماعة يعني ما تيجي تتكلم على بطولة الامة افريقية للشباب فاعتقد كان لازم يبقى فيه اهتمام اكبر من كده بشكل او باخر اعتقد كان لازم يتم مراعاة توقيت المباراة اللي افتتاحية واللي هي بتاعت صاحب الملعب المنتخبنا الوطني فاحنا عايزين كسافة جماهيرية فانت لازم تختار يوم او بلاش يا سيدي اليوم الساعة يعي الساعة اربعة انه هقدر المطش فالموظفين خارجين من شغلهم في الطريقة هيروح المطش امتى اللي عايز يروح يحضر المطش يعني ده المطش في نص اليوم انت قتل الدنيا كلها فطبيعي ان انت تلاقي اعداد قليلة من جماهير ممكن ده ما اصرش بالشكل الايجابي على المنتخب لان الاعداد كانت مش كتير بصراحة يعني فالشكل ما كانش حل الشكل مش ده اللي احنا متعودين عليه بمنتهى الامان مش ده اللي احنا متعودين عليه حتى الافتتاح لا في احسن من كده بكتير يا جماعة لا ده احنا نظمنا حاجات قبل كده قوية جدا يعني يعني انت كاس العالم لكرة اليد حاجة ولا اروا على احسن كاس العالم او كاس الامر الافريقية 2019 كانت حاجة ممتازة كم الافنتات اللي نظمتها مصر كانت حاجة ممتازة والاحتفال والافتتاح وكلام من ده بيبقى شكل ممتاز بصراحة بنشوفه لكن النهار ده لا لا قاعد نحسن من كده بمنتهى الامانة بمنتهى الامانة مش هو ده حفل الافتتاح اللي يليقبينه ابدا لأ كان ممكن يبقى فيه افضل من كده بكتير بصراحة فده بخصوص الاهتمام وبخصوص الافتتاح وبخصوص الامور جزي دي لكن على الصعيد الفني فاحنا بنأمل مع الكابتن محمود جابر المدير الفني منتخابنا الواطن ان احنا يكون شكلنا افضل خلال الفترة اللي جاي هم تلات مجميع بياخدوا اول وتاني من كل مجموعة واحسن توالد فيه او احسن اتنين توالد في التلات مجميع فلا برضو هتبع عيب لو صعدنا تالت يعني لأ نقدر عندنا عناصر منتازة عندنا اللعبة كويسة محتاج المسندة والدعم والاهتمام بشكل اكبر وده اللي احنا بنأمل حدوثه خلال الفترة المجبلة فده بخصوص منتخبنا الوطن ترجمة نانسي قنقر